موسيقى شعر العامية هو شعر متعارف به في الكثير من الدول العربية ولكن قل ما نجد شعرا عاميا ينجح نجاحا مبهرا ويعل اسمه في سماء الشهرة ومن بين هؤلاء الشعراء هو شعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي ذلك شعر المصري النابغ الذي أمدنا بالكثير من الأشعار والملحمات الذي ظلت خالدة حتى بعد وفاته ولد حارث التراث المصري الأبنودي في 11 من أبريل عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قناف في صعيد مصر لأبن كان يعمل مأذونا شرعيا وهو الشيخ محمود الأبنودي كبر على أغاني السيرة الهلالية التي تأثر بها وشهدت القصيدة العامية في عهده مرحلة انتقالية مهمة في تاريخها ومن أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد أما أشهر ما كتبه كتاب أيام الحلوة الذي كان يحكي فيه قصصا وأحداثا مختلفة من حياته في صعيد مصر ومصر عارف وشايفة وبتصبر لكنها في خطف الزمن تعبر وتسترد الإسم والعنوين اشتهر الأبنودي بلقب الخال الذي أرجعه الروائي المصري جمال الغيطاني إلى أن الشعب المصري عندما كان يحب أحد ويثق فيه كان يسميه الخال لأن الخال لا يرث وليست لديه أي مطامع شخصية كتب كلمات أغاني لعدد من المطربين منهم عبد الحليم حافز وفيز أحمد ونجات وورد الجزائرية وقدم ما لا يعد ولا يحصى من الدووين الشعرية التي بدأها عام 1964 ومنها الأرض العيال الزحمة عمليات الفصول الموت على الأسفل عصر الأبنودي جيل الحداثة في مصر وشهد تحولات سياسية واجتماعية مختلفة في عهد عبد الناصر وأنور سادات وعلى الرغم من انتقاده لكل النظامين من خلال قصائده السخرة إلا أنه ما زال متحمسا ومواليا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر يعيش جمال عبد الناصر يعيش جمال حتى في موته ما هو مات سعاش عبد الناصر وكان آخر ما قاله قبل وفاته للرئيس عبد الفتاح السيسي حضا عليها بجناحك وحلم لها بأعز صباح ونام إيدك حضن صلاحك للفتح يا عبد الفتاح وبعد صراع طويل مع المرض توفي الخال في 21 من أبريل عام 2015 عن عمر النهز السابع وسبعين عاما تاركا لكل محبي أرثا من التاريخ الذي لا ينسى أهلا بحضركم طبعا الخل الأبنودي لا يحتاج إلى تقديم ورغم ذلك إحنا كنا حالصين في الحال اليوم على صنع هذا التقرير علشان إحنا عاملين الفقرة دي شوية مختلفة يعني في كتير من الفقرات كلمت عن الخل الأبنودي سواء في حياته أو بعد مماته لكن العنوان الرئيسي لهذه الفقرة هو كي لا ننسى في أجيال جديدة يجب أن تظل طول الوقت عرفة رمزها الثقافية والسياسية والفكرية والشعرية والأدبية وطول الوقت إحنا مقترعين أن الأجيال الجديدة لما تكون بلا قدوة وبلا رمز يبقى أنت بتكلم عن أجيال بلا هوية عشان كده إحنا هكونا حرسين النهاردة أنه في يوم لا يحمل أي مناسبة معينة لا في ميلاد أو وفاة أو يوم حدث معين في حياة الأبنودي جايبين الكلام اللي له علاقة بإزاي الدولة وللأسف الشديد عندها دولتنا المصري عندها فن إهدار الرموز يعني نحتفي بيهم في حياتهم شوية نحتفي بيهم لما ماتوا ونرفيهم لمدة أسبوع ثم ذاكرة السمك بعد كده وننسى الأستاذة والصديقة والإعلامية وأرملة الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودي الأستاذ أنا هل كمان مشرفانا النهاردة في الحياة اليوم زيك يا أستاذة أهلا يا أستاذ تامر وأنا سعيدة أن أنا موجودة النهاردة في الحياة اليوم الحقيقة قبل ما نبدأ حوارنا طبعا أنا عايزة أتوقف عند كي لا ننسى مسألة الاحتفاء بالرموز مش خاصة بذكرى مش خاصة بذكرى الوفاة بعد ما رمز من الرموز زي الخال عبد الرحمل الأبنودي اللي قضى خمسين سنة من العطاء في مجالات مختلفة فجأة نلاقي أن كل تاريخه يتلخص في ذكرى الوفاة نحتفل بيه فأنا سعيدة النهاردة أنه ما فيش مناسبة احنا منتكلم عن عبد الرحمل الأبنودي صحيح بس كمان الديني معلش تسمح لي قبل ما ندخل في عبد الرحمل الأبنودي عايزة أبعد باقة ورد للفنانة الكبيرة العظيمة نادية لطفي اللي يعني ربنا يشفيها وأن هي يعني خطت الأزمة الحارجة الصحية وأنا كنت بتابع بالتليفون فببعت لها باقة ورد من خلال البرنامج وكل المصرين طبعا نبدعولها بالشفاء العاجل بالسلامة إن شاء الله ويرجعها لنا نجمة كبيرة ورمز كبير كمان وكمان الزميلة العزيزة لبنى عسلفة بقولها بتنتظر حادث سعيد أنا كنت متوقعة النهاردة هتبقى موجودة فقالوا لي ده موضوع يعني خلاص على وشك يا النهاردة يا بكرة يا النهاردة يا بكرة طيب يعني بنقول لها ألف مبروك كده مقدمة الحياة اليوم هيرزق بملود جديد إن شاء الله هيشاركنا في تقديم البرنامج إن شاء الله طيب العنوان بتاعك هاي لا ننسى أنا عايز أخش من الخاص للعام بيت الأبنودي قولي لي الشهور والأيام اللي عدت دي وجسد الخال بس اللي مش موجود كانت عاملة إزاي وإنتوا بتعملوا إيه كي لا تنسوا لا إحنا مش كايلة ننسى إحنا لم ننسى أبو عبد الرحمن الأبنودي عايش معنا عايز أقولك في كل حاجة في كل تفاصيل حياتنا يعني أنا بقالي سنة هدفي إن أنا أجمع تراص الأبنودي وهو تراص يعني مش عايز أقولك يعني أطنان من الأوراق وصور ومقالات ولقاءات فأنا بحاول أجمع ده علشان كل محب الأبنودي بعدهم الفرصة إن هم يشوفوه والأجيال الجديدة تتعرف عليه من خلال موقع اسمه الأبنودي دوت نت نت دوت كوم سوري الأبنودي دوت كوم الابنودي إيه أل بالإنجليزي آه الابنودي طب وليه مش بالعرفة وليه لازم نصحب عنه آه معرفش هو يعني صاحب الموقع الابنودي دوت كوم آه الابنودي دوت كوم آه الأبنودي فده حيفتتح قريبا وطبعا ده حيبقاله برضو يعني ححاول إنه يبقى يعني يبقى له يعني تعريف به في جهات مختلفة عشان نستعرفوا كل الشباب اللي دلوقتي يعني بيشوفوا النات يمكن ده ده وسلتهم للمعرفة آه فحيبقى قدامهم كل شغل الأبنودي إبداعوا يعني شعرا غناءا آه سيرة هلالية المقالات النصرية آه اللقاءات التليفزيونية الإزاعية كل ده حيبقى موجود عشان كل ده عندك توثيق وتأريق آه آه ما هو أنا المرحلة الصعبة دي اللي هي السنة الأولى إن أنا بوسط كل ده وكل السيديهات بحاول أجمعها وتبقى على هذا الموقع هي مكتوبة كده مش عارف كده احنا اكتهدنا وكتبناها اللا الأبنودي أو يو أو يو معلش يا جماعة نزود بعد الأو يو كده الأبنودي أيو بالزرع تبقى الأبنودي يبقى أو يو دي واي آه أو يو دي واي بس الباقي صح آه صح تمام ده الموقع اللي هتم افتتاحه وحيبقى فيه توثيق لكل تاريخ الأبنودي ممتاز أنت كزوجة طبعا أنا عارف أن غياب الجسد وغياب الزوج والرفيق الدرب اللي فترة طويلة بيبقى صعب بس أنت أنا شفتك الحياة في حوار ما بعد الرحيل مباشرة وكنت بكون حالة مختلفة عجبتني جدا ساعتها قلت لا الأستاذة نهال حقيقة وصل لصيغة مرتاحة مع النفس أنه آه ربما رحل على مستوى الرؤية لكن هو طول الوقت في عقلي وبسترجع كلامه وبسترجع المواقف لما بنقعد هنا لو كان قاعد معايا دلوقتي كان يحيقول إيه آه لا هو مش بس كده أنا دلوقتي بعيد اكتشافه يعني أنا عبد الرحمن الأبدودي لما كان معايا في البيت الخال يعني كنت أقول آه أنا حقرة بس أنا عندي الأصل صح لكن لما هو مش موجود أنا دلوقتي بعيد اكتشاف شعره وكلماته ومقالاته وبعدين أنا بعمل حاجة اسمها حكايات نهال عن الخال آه بشكل أسبوعي في يعني إحدى المجلات الأسبوعية لأ في مجلة نص الدنيا لأ دا ردنا عايز عمل دعاية ليها عشان ناس تتبع آه تبع مؤسسة الأهراب في يعني دي تبع الدولة فممكن نقول لو لو كان خاص برضو نتقولك إليها فالمهم أسبوعية أسبوعية سلسلة أسبوعية بالزبط آه في مجلة نص الدنيا آه حكايات نهال عن الخال فيها صور طبعا نادرة لم تنشر من قبل آه بتكلم فيه في كل حاجة وكنت دايما نقوله أنت معندكش أسرار كل حاجة بتقولها لكن فيه تفاصيل في حياتنا مثلا رحلة المرض وإيه اللي أنا وجهته وكنت أنا والبنات لوحدنا وإزاي سافرنا أمريكا وإيه اللي وجهته هناك وإزاي لما جاله نزيف أنا عملت إيه كان حاجات كتيرة جدا وأيام عصيبة جدا يمكن الناس ما شفيتهاش طبعا متبعتهاش لكن هو كان دايما يعني هو يعني دايما مقدر يقول هو برضو يعني معرفش يعني دايما كان مديلي وضع يعني كبير قوي حقيقة في كل مكان وفي كل القوى يعني طبعا بخلاف أنت تستهليه لا رب أنا يخليك يعني هو يستحق أكتر من كده بكتير أنا عارف لا بس أقولك أنا بعرفتي بشخصيتك المحترمة أنت تستهليه طبعا لكن ده جزء كمان من هو جزء من احترامه للمرأة أيهاية دي أنا عايزة أقول من طينة الخال اللي كانت معجونة بفكرة تقديس المرأة إن المرأة شيء طبعا الأم اللي كان لها الفضل الأساسي حاجة فاطمة جندي اللي هو في كل حاجة هي عيشك الأول والأخير طبعا يعني أنا في رأيي أن أنت لازم الشكر والعرفين كل يروح للحاجة فاطمة خارج المنافسة طبعا لا وهي كانت السبب في جوازنا يعني فكل يعني هو عبد الرحمان الأبنودي دايما يقول أنا لولا هذه السيدة الأمية العبقرية اللي كانت من وقا أنا صغير أرضعتني الشعر وكاد بتحكي لي الحكايات والأساطير وكاد هي وستة أبوها الله يرحمهم جميعا اللي هي جدته لولا دول أنا ما كنتش هيبقى عندي هذا الخيال يعني ما كنتش لا وهو مختنع كما أنه قاله كذا مرة أنه الأم والزوجة هو الحضانة لأي إبداع يعني يقولك لما يكون عندك أم تردعك أدب وثقافة وشعر وحينية بالرغم أنها لا تعرف القراءة والكتابة طبعا وزوجة تبقى طول الوقت في ظهرك وموفرة لك البيئة الصح وكاد وكاد ده أي مبدع مش لازم يكون شعر أي مبدع يتمنى الحياة ودايما يقول مقولة مشهورة أن المرأة في مصر هي حارسة الحضارة وفي الصعيد بالتحديد صحيح وهي اللي بيتورث منها كل الأغاني الشعبية كل الأساطير أنت وردتيني قبل لما نطلع عن هوا بعض الصور اللي حطاها في السلسلة بتاعت الفنص الدنيا منها مثلا بتاعت العناية المركزة آه مظاهرة حب في العناية المركزة طبعا يعني حرك رفعيهم بس كده هم هيجبوهم في كمرا آه مظاهرة حب في العناية المركزة آه قول لنا بس كده اللي موجودين في الصور كده باتماعا الشعر الكبير فاروق جويدة الشعر الكبير فاروق شوشة الأستاذ هيكل الموسيقار الكبير كمال الطويل كابتن محمود الخطيب وكتير يعني ده بس اللي ايه عشان المساحة لكن كان فيه بقى يعني كتير جدا بس المساحة لم تسمع آه هنا بقى عن رحلة أمريكا آه مضاعفات القسطرة ونيويورك والعودة اللي حصل بقى والنزيف اللي جاله وانا ومعايا البنتين واصر انه يسافر يعني فيه قصص فعلا الناس ما تعرفهاش آآ بذكر البنتين آآ أنا شفتهم بسم الله آآ آآ أنا شفتهم بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح وربنا يفرحك بيهم ويكملوا المسيرة العظيمة لولدهم الراحل آآ عمره ما كان بيشتاء للولد لأ ما هي دي بقى هي دي بقى يعني عظمة عبد الرحمة الأبنودي هو دايما الناس تقول في الصعيد لازم الولد الولد يعني الولد آآ لكن عبد الرحمة الأبنودي كان دايما يقول أنا البنات بالنسبة لي هم الفرحة الكبيرة أنا بحب البنات الولادة أنا ما عارفش يعني لو كنت جبت ولد ما عارفش كنت حانبي انا مكتبس الحقيقة طريقته أنا عندي بنتين وفرحان بيهم برضو الحمد لله وعمر ما نفسي راحت لانه يعني وكتب عن آية ونور وعن يامنا وانه يامنا بتقول خلفت ايه وبنات ومعرفتش تجملك حتة ود ده رأي الصعيد لكن هو رأيه لا إنما قالت له ولا أقول لكم ما بينفعوا بإيه هي ريحة من رحتك على الأرض يعني صحيح فعبد الرحمن لا وانعرف أنه كان أب كمان وأب ديمقراطي جدا وفياض الحب والحنان وديمقراطي ما عندوش الحتة الرجعية ما عندوش العادات والتقاليد اللي هي اللي ممكن نقول سلبية بخاصة بالصعيد ممكن نهاردة أنا لسه يعني سمع عن قانون الاختاني الإنس فطبعا دي حاجة جميلة لأنه ما ينفعش إن البنت والطفلات يعني تقهر بالشكل ده طبعا ده ظلم وعبد الرحمن كان دايما مع عمل المرأة مع حرية المرأة مع احترام المرأة عمره يعني عمره مكان بالأفكار اللي هي ممكن تبقى نقول اللي هي اللي فيها رجعية وليلي بقى عشان نخش في الكلام اللي يدايق شوية معلش لا مش عايزين حاجة تدايق نهاردة لا مش تدايق لا المفروض إنها تفوق وتصحصح يعني أنا عارف إن انت من يوم الرحيل وانت بتعملي جهد جبار مع البنتين مع كل الأصدقاء المحبين للخال فيه جمع التراث وجمع التوثيق والتأريخ وبتعمل سلسلة وسلسلة دي قلتيني إنها إن شاء الله حتنشر فيه كتاب إن شاء الله فين الدولة يعني هل في حد في الدولة أكلمك وقال لك تعالي يا أستاذ هل نقعد نشوف نعمل إيه لتخليد مش ذكرة لمجرد إن إحنا بس نعمل ذكرة عشان نفرح أصرته لا عشان الدولة عشان البلد عشان بناتي أنا اللي ما حضروش عبد الرحمن الأبنودي يطلعوا يبقى بكرة فيه متحف لأعمال عبد الرحمن الأبنودي أو يبقى فيه دموين في حتة هو فيه متحف لعبد الرحمن الأبنودي اسمه متحف عبد الرحمن الأبنودي للسيرة الهلالية بس ده في الصعيد طبعا أنا يمكن من كم يوم كلمت الوزير المحترم أستاذ نهال كلام واضح مش أنت كلم أنا عارف أن تبتزل فيه حد يكلمك من يوم ما توفى الخال وقال لك تعالي يا أستاذ نهال نقعد نفكر كيف يمكن أن نستفيد نحن الدولة مش مجاملة هقول لحضرتك هو كانت استفادة يعني هم هقولت تكريم وقتي يعني مثلا المجلس الأعلى للثقافة عمل حاجة يعني مشكورة احتفالية في الزكرة الأولى وعمل كتاب مختارات عبد الرحمة الأبنودي كتليلة لكن هو فعلا زي ما حضرتك بتقول احنا محتاجين آلية على فيك الكلام ده أنا بقوله وعركت وفقيني مش عشان الأبنودي لا للرموز ما بالذلك يعني عبد الرحمة الأبنودي صلاح جهين فؤاد حداد رموز شعر العمية طبع يعني هل ما زلنا احنا بنبص لشعر العمية كأنه شعر درجة تانية يعني هل ما زل هذه لا يا ما لاش علاقة بالنوعية الفنية يعني عبد الرحمة الأبنودي خد جائزة الدولة التقديرية وهو أول شعر عمية يحصل عليها من الدولة أنا نفسي كل رموز يا أستاذ نهار لكن لكن أين ده من الشباب من الأطفال المدارس من الجامعة يعني معقولة أنه في أسبانيا يكرم عبد الرحمة الأبنودي وكتبه تترجم إلى الأسباني أنا فجأت الحقيقة أنه شعره بيدرس في إحدى الجامعات الأسبانية حيود لما يتم يعني يخلص لترجمة الكتاب المصرية لو سألت طالب في الجامعة عنده حاجة عشرين سنة يقول لك عبد الرحمة الأبنودي متهياء اللي متهياء لأنا فاكر الإسم ده لو قال كده ما أنا أرغب معه بالزبط لأنه لازم يبقى ده موجود يعني موجود رموزنا يعرفهم الأجيال من خلال الدراسة لأنه مش هيبقى غير كده من خلال المدارس من خلال الجامعات مش هقولك تدريس شعر العمية لأنه إحنا اللغة العربية في أزمة اللغة العربية الفصحة نظبوط فلازم الأول يتمكنوا من اللغة العربية وبعدين يعرفوا شعر العمية كشعر عمية كشاعر عمل إيه في حياته حتى كنموذج كقدوة زعب الرحمة الأبنودي ابتدى من قرية فقيرة جدا في أقصى الصعيد اسمها أبنودي لولا وهو يعني هو القرية بقت مشهورة بسبب عبد الرحمة الأبنودي أنا الحياة رأيي وده رأيي طبعا أنا بس مسؤولة عنه وده بقى في فلسفة المناهج الجديدة أنا لو أنا بحط مناهج لجيالنا دلوقتي في ابتدائي وإعدادي وسنوي هل أدرس لهم علي مبارك مع كامل الاحترام لشخصيته وعمر مكرم مع كامل الاحترام لتاريخه لأ فني واح ولا المنهج يبقى الأولى فيه الأبنودي وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وزويل يعني لم يبقاش اللي اتنين يعني يعني لو البنهج يستحمل اتنين ماشي بس أنا في رأيي إذا كان فيه أولوية الأولوية للقريم يعني أنا ابني لو عندي ابني يعني لسه داخل المدرسة اللي لأتي في قولها بتاريخ عن ست سنين يحب يقولك الرجل اللي مات من كام يوم ده تاريخه عامل ازاي وبتاع الظروف والزمن يخلوني أقدر أبقى عبقري زيه لكن مش هقدر زيه أنا عايز أقول لها حضرت حاجة برضو حصلت كانت غريبة شوية يوم الوفاء كان وزير التربية التعليم التربية والتعليم في الوقت ده أنا مش فاكرة يعني الاسم لكن خلى يعني إذا على المدرسة الصبح تتكلم عن عبد الرحمال الأبنودي الله هذه كانت يعني الحقيقة بدرة أنا استعجبت يعني قلت طب كويس يعني في حد بفاكرة أه إنه إحنا بنتكلم عن عبد الرحمال الأبنودي في طابور الصباح وتحية العالم ما هو الانتماء بيجي منين صحيح نحن نتكلم على مقدوة بالزبط الأغاني بتاعة عبد الرحمال الأبنودي يعني أحلف بسماه وبطربة صحيحية بتتقال دلوقتي وأنا بشوفها على صور وكليبات لكن محدش عارف إنه مين اللي كاتبها بالزبط فده يعني أغاني دي بسيطة وممكن الأطفال يتعلموها ويحبوها وأطفال يعني الأغاني دي أغاني رقية وكلمات حلوة وبتصحي الوجدان بتعمق الانتماء فليه الأطفال ما يتعلموش الأغاني دي أغاني عبد الرحمال الأبنودي وصلاح شهين كلها أغاني حلوة لا لأسف أنت عارف الأطفال دلوقتي بيسمعوا إيه منقضي إنه يبقى دور المدراسة كده طيب يعني في حاجات كتير ممكن تتعمل على فكرة طيب حنروح لفاصل أنا مش هتكلم تاني بعد الفاصل قوي عن الخال لكن لا إحنا عايزين نتكلم عن الخال طب الصبر بس لا هو الخال موجود في كل الأحوال بس هنتكلم عن الخال في سياق مختلف شوية لكن إحنا حنكمل من بعد الحلقة دي عن الخال في فكرة إن إحنا بقى اللي حنتول حناخد الرأي عارفين سبقى أنت تتابعوا كده حناخد الرأي من الأستاذة نهال ونشوف مع الدولة ماذا يجب أن تفعل للخال ولأمثال الخال زي ما قلنا بعدها نجيب محفوظ وزول سواء في مناهج التعليم سواء في المتاحف نتيجة بأنتم موجودة ميادين باسمهم صور منتشرة يعني هي دي فكرة إن أنت تبقي المواطنين انتماءا لبلدهم عن طريقة تعلق بالرموز الناس مش هتعلق بطراب وحجر بتتعلق ببشر زيهم بس أفادوا هذا البلد بعد الفاصل الشويش سرخ بقلبه قلبه شايل كل دوسيهات الحكومة لمبه ممنوع من أغاني الفقرة غني غير ده الحكومة مش همارا لمبه بس على الساكارا البرودة اللي فإديهم جمدت كاس النبيت لمبه دمع الحياء عيزة غصارا والخلاي عوزة عبطالها تكون فيها غدارا عيزة عبطالها فعزة البرد مش هون حرارا el tricornio gritó con todo su fervor lanzó los expedientes del gobierno Pepe están prohibidos los cantos de los pobres canta otra cosa el gobierno no es tonto Pepe observa los compadres con las manos heladas congelando la copa y llora para vivir hace falta valor todos necesitamos de verdaderos héroes con la roca سدهو حتى شعره بالاسباني حلو حتى أنا مش فاهمه حقيقة دي كانت من أسعد بس ببي خسيدي عجبتني وضحناها ديها معنى حلوة من أسعد يعني اللحظات في حياتي بعد رحيل الأبنودي اللي كانت بتقرى دي نور الأبنودي وده في البيت العربي بمدريد خطينا يا راد بعنزك بس الصورة عشان نشاور على الفاتنة الصمراء نور الأبنودي نور الأبنودي سعادية بقى سعادية الفاتنة الجميلة اللي كانت بتقرى شعر الأبنودي والبنوتة الأسبانية اللي جنبها البلوندية دي هي بنت الأسبانية اللي كانت بترجم الشعر ده الأشباب الأسباني المسكة الورقة أو بتاع رضيه نور نور الأبنودي واللي جنبها بنت الأسبانية وبرضو اللي جنبها شاب أسباني برضو من الطلبة في الجامعة الأسبانية بيعرف عربي يعني بيدرس لغة العربية وقال شعر برضو باللغة العربية بس العبد الرحمن الأبنودي بعربي مكسر تخيالي فتخياله بس نحن نتكلم فيه ده إن شعر الأبنودي بيقال وبيتلى وبيستمع إليه في مدريد في عاصمة أسبانيا والكلام أنه اللي خد المبادرة على الفكرة الدكتور باسم صالح رئيس البيت الثقافي أو المركز الثقافي والدراسات المركز المصري الدراسات الإسلامية بمدريد وبالتعاون مع البيت العربي فعشان بس إيه والبستشرقة الأسبانية هي اللي ترجمت كل شعر الأبنودي ومعلمتي أنه ربما يدرس شعر الأبنودي هيتحول فعلا فيه كتاب حيصدر ولما الكتاب يصدر هتبقى فيه احتفالية تانية في جنوب أسبانيا وإن شاء الله نروح نحضاره يعني أبنودي يدرس في أسبانيا وينسى في مصر ده منطق يعقل علامة استفهام كبير علامة استفهام دي علامة تعجب واستفهام وكل يعني أرجو أنه دي تبقى يعني نقول إيه يعني أنه في تطوير المنايج وتطوير التعليم أرجو أن دايب أنا قوس كده يصحي الناس ويقول لهم يا جماعة لا تهدروا رموزكم جزء من دعواتكم طول الوقت للشباب والأجيال الجديدة أن هم ينتبوا للبلد أن أنتوا تربطوهم بالناس اللي عملوا حاجة للبلد عمر بالناس زي ما أنا قلت قبل الفصل عمرهم حيرتبطوا بحجر ورمل وطراب حيرتبطوا برموز يعني بنتي لما تبقى لحقت كم سنة في الأمنود تطلع تقول لك أيوة أنا عايزة بقى زيه على الأقل عشان يبقى لما موت يتعمل لي تمثال زي وكنا في مدان كذا بالمناسبة تمثال أخبره وإيه تمثال لسه القاعدة موجودة بقالوا سنة بقالوا سنة بيحطوا القاعدة لا القاعدة موجودة يعني المدان موجود والقاعدة موجودة واسمه عبد الرحمال أبنودي لكن في التمثال لسه لسه حتى لم يتم التعاقد مع الفلان على ونا أفاكر من سنة وساعتها وإحنا نقلنا على هاولة تفتكروا هنا في الحياة اليوم نقلنا ومش عارف إيه وسيادة المحافظ قال لك بس الجمعة الجاية حنيجي نصلي ونطلع نتنفرج على تمثال وعاجات مندي صادها من الجمعة الجاية ما جاتش نور البنوتة الجميلة اللي كنا بنشوفها في أسبانيا دلوقتي مش هي اللي رزقت بليلة لا دي آية آية الأبنودي آية هي اللي جابت أول حفيدة للأبنودي أول حفيدة للأبنودي والحقيقة يعني يعتبر هو اللي مسمي يعني هو آية وجوزها هل أول بس أول حفيدة دي وصلت إمتى من أسبوعين آية ثلاث أسابيع من عشرين يوم تاريخ آه تقريبا مليون مبروك يا رب تبقى امتداد للأبنودي وأعظم منه كمان المهمة كانت آية زعلانة كان نفسها أن بابا هو اللي يسمي بنتها كويس فهي وشادي الفنانة شادي خلى بجوز آية اختاروا اسم ليلة فأنا فجأت وأنا بدور في ورق العبد الرحمن ففجأت أنه هو كاتب مقال بيقول أنا على فكرة أنا كنت عايزة سمي نور ليلة لا 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 والله فكلمت آية قلت لها آية تبستي باباكي هو اللي مسمي انتي اخترت كان نفسه أساساً اسمك انتي اسم نور اسم أختك تبقى ليلة وهو كاتب هو بيحب الاسم وكاتب أغنية ليلة ويا ليلة في مسلسل أبو العيلة البشري سلام طبعاً بيغنيه الفنان الجميل قولي يا أستاذ ف هو معنا الأستاذ علي الحجار يا أستاذ بس أنا الحوار هو مستمتع جداً 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 حبيبي بس الموت عتزيد لما انت تشارك فيه الله يخليك الله يخليك من زوقك كبير خيرك منورنا الفنان الكبير الأستاذ علي الحجار وأنا طبعاً أنا العزول دلوقتي حسيبك مع الأستاذ علي أستاذ علي لأ ده طبعاً فنان علي الحجار هو إنسان جميل قبل ما يكون فنان جميل طبعاً صوت وحجرة زهدية عبد الرحمال أبنودي كان دايماً يقول أنا كتبت لعلي الحجار أكتب يعني أغاني أكتر من اللي كتبتها لعبد الحليم حافظ يا سلام وتترات المسلسلات اللي مالية الدنيا والمشهورة جداً يعني من أبو العيلة البشري آه آهما اقول معي علي النديم آآ رحايا وشيخ العرب آآ خلق خلق الله عزية بالجبل عملنا حاجات كتير قوي بسم الله ما شاء الله نعم عديت آآ وسوض تامر لما بعد وفاته فكان طبعاً في صحفيهم بيسألوني عشان اشتغلت معا كتير طيب فعديت الغاني اللي اشتغلنا مع بعضه طرقات اكتر من المذين اغنية على فكرة يان هرب يض اكتر من تلك أه نحن نسا كنا بنتكلم دلوقتي عن أغنية ليلة وليلة اللي جوه مسلسل أبو العيلة البشري واللي دلوقتي بنتبارك للأستاذة نهال على الحفيدة والله أنا عايزة أبارك لها معاكم طب ما تبارك لها بليلة ما تغني لها في السموع طبعا طبعا هو عمار اللي كان ملحن الأغنية ويعني حولها لك بقى مش عاود أرغي كتير أنا ما أخطيب يعني وأعرفش لا وإنت أساسا يعني إثراءك لينا بصوتك وحنجرتك اللي بتوحشت طول الوقت الله يخليك الله يخليك تفضل يا سيد علي ليلة ويا ليلة ويا ليلة أنا قلبي حاسس بيك من ليلة ليلة ويا ليلة ويا ليلة أنا قلبي حاسس بيك من ليلة نجمة وطلعك والسمان عسانة ندهت بعله الضوء قالت يا أنا نجمة وطلعك والسمان عسانة ندهت بعله الضوء قالت يا أنا ازاي تناموا ازاي وانا صهرانا حتلاقوا أكمل من كده ليلة حتلاقوا أكمل من كده ليلة ليلة ويا ليلة ويا ليلة لا عارف على رأي متحة تشلب كده يخرب عقلك يا راجل عارف لما بيعلق على منشط الكرة بجد حاجة مش محتاج مش محتاج مزيكة ومش محتاج آلات صوتك لوحده سيمفونية جميلة بنسعد بيها يا أستاذ علي يعني أحلى مبروك لآية وليلة نحن هنهديها السيدهاية دي تشغلها الليلة على طول شكرا علي ربنا يخليك دايما كده صاحب واجب وصاحب فضل يا علي شكرا اسمحي لي بس أقول الحفل المبارح يعني اتفضلي اتفضلي يا أستاذ علي امبارح المدام كلمتني مدام نهال كلمتني قالتلي كل سنة والتفايد سندوق المنجا بتاعك اللي الأبنو دي كان بيتقولك كل سنة الفضاع يا علي يعني مالاش فضاع يعني شوف الموضوع شوف انت قلت الله انا فكيت اول ما قالتلي كده الله انا سيبك سيبك من المنجا طبعا وطلعت كويسة ولا لا بس هي اللقطة اللقطة نفسها صحيح صحيح لا دي عدت الخلم انا ما بقطعش عادة كان هو بيعملها ابدا والله يبرافو عليك والله يبرافو عليك وانا متأكد تأثرها عند اللي أستاذ علي عامل ازاي وكل احبابه على فكرة مش بس علي صحيح صحيح انا لو منك ما قربش بالمنجا دي احتفظ بي لا في كل سنة لا 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 زي خير الخال كتير يعني انا بشكرك يا استاذ علي وانت قيمة كلنا بنعتز بيها الحقيقة وارجوك ما تحرم ناش من صوتك كثيرا انا اللي بشكرك شكرا جزيلا علي الحجار واحد من قيمنا ورموزنا كمان الفنية اللي على الدولة انتوا رعيها وتحتفظ بيها ودي واحدة من الحاجات اللي انا على فطول بقولها طول الوقت والله وبقول يا جماعة طبعا علي الحجار لسه العمر ليه طويل لسه كتير ان احنا نتكلم على ان هو كبير ولا مش كبير وعلي الحجار ومعمار لكن انا نفسي الدولة تحتفي برموزها وهم احياء تحتفي وتاخد منهم اكبر قدر ممكن من العطاء والفن وتصدرهم للاجالة الجديدة وهم بخيرهم هقول لحضرتك هو عبد الرحمة الابنودي بيقول انا كرمت كما لم يكرم شاعر من قدر في حياته ومن مصر ومن الدولة العربية من الدولة ومن الجهات الخاصة من كل حتة والناس حبيته حب مش طبيعي الحياة لكن انا دلوقتي المشكلة انه طب بعد كده يعني عبد الرحمة الابنودي بقى مش موجود عايزين آلية هي دي اللي بنكلم لا اه للتواصل مع شغل عبد الرحمة الاني انا عايز اقول لكم مفاجأة اه هو قال شعر اشعر لم يقرأ بعد انا عايز اقول لكم مفاجأة لستاني هال فجأتني بيها في الفاصل قبل ما نرجع تاني لحضراتكم وانا مش عارف الحياة ازاي في رأي كنز ده كنز ازاي يفضل غير مستغل لكل ده بتقول لي فيه ورق ورق كامل عن عشرين او اتنين وعشرين رمز من رموز مصر في العصر الحديث كاتبهم الابنودي بحط ايدو اه بخط ايدو وكاتب يعني وفي مجالات مختلفة يعني ينفعوا اوبريت ممكن ينفعوا اوبريت عن اساطير مصر بالزبط الله وزي ما احنا بنقول لا انت كده بالصدفة لقيته في الورق بالصدفة ولقيته ملف كامل يعني يعني وفي منهم اربعة يعني هو قيلهم بصوته متسجلين بصوته ومنهم فتن حمامة رفاعة طهطاوي يعني عبدالوهاب يانها ربيد حاجة كمان يعني طب دي حاجة تتساب يعني أنا أدعو دلوقتي اه طبعا يعني أنا أدعو دلوقتي قية مسرحية متكاملة أنا في رأي ينفع اوبريت ينفع او بريت ينفع اغنيه حلو piece زي ما بنعمل اغنيه بوشوت خير واغنيه مش عارف ايه تتعامل اغنيه تتعامل اوبريت كبير احنا بنعمل اوبريتات في 23 يوليو وبنعمل أوبريتات في عادة الصورة وبنعمل أوبريت في 6 أكتوبر وبنعمل أوبريت في كذا بعيداً أوبريتات إحنا القنوات دلوقتي بتبقى عطشانة لفكرة الأغاني اللي تبث روح الوطنية والانتماء وكذا على ذكر القنوات برضو يا أستاذ تامر يعني عبد الرحمن برضو كان بيقول أنا شاعر لم أقرأ بعد دي من المقالات الأخيرة اللي كتبت شاعر لم أقرأ بعد يعني كل الناس صحيح بتلتفد إلى الأغاني واللي كتبها العبد الحليم ومحمد روش دي وعد النهار وعدوية وتحت الشجر مزبوط لكن هو شاعر في الأول وفي الآخر يعني هو شاعر ففين شاعره؟ أنا مش شايفة شاعره في أي مكان دلوقتي خالص على الشاشات مثلا فبرضه هو دور الإعلام كده أنا بس عايزة أقول لحضرتك طبعاً معاك حق ومش عايزة أقول بس إعلام خاص وإعلام عام طب ممكن لا 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 دور نطفعنا كأعلامين طب ممكن إحنا نتبنى معاك الحكاية دي آه الفيلرز بتاعة القنوات ليه ما تكونش يعني مش بس العبد الحمال لا وربعيات صلاح الجهين ومش عارب طبعاً صلاح عايزة أقولك إنها مش بس كده إحنا بنعمل جميل ده كده حاجة ممتعة يعني بدلاً ما نعمل فيلر عادي كده اللي هو شكل النيل ولا شكل اللي مش عارب إيه لو 30 ثانية ربعية لصلاح الجهين ولا 3-4 بيات من الأبنودي وبعدين الأبنودي عنده بسوته كل شاعره بسوته صحيح وكل البرامج مسجل أشعار أنا أعترف لك إن ده جزء من إهمال القنوات يعني ده دور برضو الإعلام يقوم به يعني ممكن يعني أنا مش عايزة أقول الدولة بس يعني الدولة والإعلام الخاص والإعلام العام وكله يعني دي تبقى يعني يعني فعلاً لازم يتعامل إدارة في القنوات دي وأنا أزعو من أن أحاوض بعض زملاء يعني هنا في قناة الحياة نفكر في الحكاية دي دارة البروموهات أو دارة التنويهات عندنا والفواصل اللي هي يتعامل كده يتعامل 30 ثانية عن فتر حمامة صورة فتر حمامة وساطرين عنها فيلر زي ما بنطلع فيلر عبد الرحمن كاتب ما بين البرنامج والبرنامج يطلع جملتين بصوت عبد الرحمن الأبنودي لبيتين من أبياته ربعية بسرعة بتاعة صلاح جهين مش عارف إيه عن نجيب محفوظ مش عارف إيه عن زويل وتبقى دي الفواصل أحلم كتير من فكرة النيل اللي بيجري بسرعة ولا من ده التحرير اللي بتشقل بيقى فوق على بعضه مش عارف إيه ده اللي هو فاصل بس أبا سايا في نقطة لازم الصوت لازم الشعر ده يتقال ليه بقى؟ طبعا طبعا لأنه حتى ما تتقوليني ميزة أنه هو آيل شعره كله بصوته بالضبط لكن كمان أنا أتكلم على كل الرموز فينا يعني فيه فوقات حدد بسأل صوته يمكن يبقى مش متاح ممكن يتقال ممكن أقول أنا بصوتي ويتكتب تحت فوقات حدد بالضبط لا لا يعد ولا يحصل لا يعد ولا يحصل سواء مقروء أو مكتوب أو فيديو آه طبعا لأ أعمال أبنودي خمسين سنة عطاء طب ليه ما فكرتيش زي ما بتعملي حكايات نهالة عن الخال ليه ما فكرتيش تعملي سلسلة برامج عن الخال بس ما يبقاش مجرد تأريخ للخال يبقى اسمه مثلا الخال وحكاية وطن في كل موقف في كل لا في حكاية وطن ده أوريدي ده في برنامج الأستاذ عدل حمودة بتعمل لا ماشي ربنا يوفر الأستاذ عدل حمودة حكاية بلد حكاية مصر حكايتنا الخال ويوميات بلد أنا أصدي أنه عبدالنصر عبدالنصر كان عايش معنا في كل أحداثتها ومن عبدالنصر للسادات المبارك أنا لو علي طبعا لا أعمل مليون حاجة وإنت في النهاية مع كامل احترامي طبعا أنت قيمة تلفزيونية كبيرة وإعلامية كبيرة فمش محتاجين نتكلم في أهليتك لهذا الموضوع تلفزيون المصري أو القنوات الخاصة لديها كنز عن الأغاني والأشعار المكتوبة والملقب صوت الأبنودي والصور والأفلام ومعصرة الأستاذة نهال كمان لكل ده وتديك الخفاية والأسرار والكواليس بتاعت كل موقف أنا واحد من الناس لو قاعد ومشاهد ومتفرج كل أسبوع على نص ساعف ده لمدة مثلا دورة برامجية 52 أسبوع أو واطفر أنا رفعي حاجة حلوة جدا تثقيفية ترفيهية وتعليمية للأجهال الجديدة وبالصوت والصورة أكتر كمان من فكرة أنها تتكتب في مجلة وخلاص معاشر أقولش أي حاجة في الموضوع ده موافقة لا هي الحكاية مش في إيه دي طبعا يعني إنما أنا أتمنى يا أستاذ سأل محدد يا أستاذ تامر يا أستاذ تامر أنا أريد أن أقول لحضرتك حاجة يعني لو عرض عليك هذا يا أستاذ تامر هقول لحضرتك حاجة أنا أوافق على أي حاجة خاصة بأنه عبد الرحمن الأبنودي حيبقى موجود على الشاشة طيب يبقى موافقة بس يعني مش خاص بي أنا خاص بعمل الرحمن الأبنودي يعني أنا أقول لك هناعمل برنامج مش حكايات نهال عن نهال هناعمل برنامج الأبنودي ويوميات مصرية أي حاجة خاصة بالأبنودي وإنه الأبنودي يبقى متواجد فيها في شعر وفي السيرة الهلالية أي حاجة طبعا أنا حشار طب بس خلاص أقايدها 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 أستاذة اشترفتيني وأتمنى أن تكون البوبونية الصغيرة اللي احنا عملناها النهاردة دي تبقى يعني تذكرة وجرس كده يفوق الناس في الدولة المصرية أنا عارف أن المصريين عمره ما حينسوا الأبنودي لأنه رحل بجسده لكن عايش في قلوبنا لكن أنا متأكد أنه المصريين باقيين على ذكرها هي المشكلة في الدولة الدولة أنا عارف أنه ما أهمها كثيرة وكذا لكن دي أساس بقى لوزارة الثقافة إذا كنت الأستاذ اسمه إحلم النمدم وزير الثقافة إذا كان بجد عايز تشتغل على تفقيف الأجيال الجديدة ودورك وإنت فاهم دورك صح كوزير الثقافة أن أنت تنشر الوعي الثقافي لازم تبقى عارف أن أهم أسلحتك عايش عايزة أقول كلمة حق الأستاذ حلم النمدم هو متعاون جدا أم متعاونك إيه يا أستاذة؟ لا يعني بيكلمك يعني كتير وبيسأل عليك لا لا مش بيسأل لا بالعب أقول لي أبص يا أستاذ أنا بأطلعك بره الحرج وأنا لم يتقيل أنا التعاون ده معناها عندي إنتاج حاجة ملموسة وليلي التعاون ده أثمر عن إيه بقولون التمثال ما حصلش يا أستاذة يعني فيه وعود يعني فيه مثلا قال لي فيه جائزة عبد الرحمن الأبنودي حنشوف موضوع الأوبريت حنعمل فيه أنا أصلي بص الدولة مسقلة بأشياء كتيرة جدا ما برضو مش عايزة بقى سيدتي العزيزة ما أنا قلتلك أنت طلعي بره الحرج وسيبيها لنا أنا بقولك أهو كلام عندي ما يسواش حاجة مش كلام حساس حلم النمدم أنا كلام أي حد يقول كلام لم يترجم إلى إنتاج إلى حاجة مسكة في إيلي كده وأقول أهو حاجة عملت للأبنودي يبقى أنا كلام للمدهون بزبدة أنا بتكلم دلوقتي دولة أنت يعني أصرت نقطة مهمة جدا موضوع الأوبريت ده اللي فيه الرموز ده يبقى على أقل هدف قريب يعني أنا أوعدك إن شاء الله أن فيه حاجتين أنا حابقى مسؤول عنه موضوع الأوبريت تلات حاجات موضوع الأوبريت حسعى بإذن الله أن في جهة محترمة تقدمه ترعا وتنتجه لحد ما يظهر على الشاشات رقم اتنين موضوع الفواصل على الأقل حنبدأ فيها إحنا في قناة الحياة ودي مفيدة القناة الحياة معاملها مجاملة ليكي ده للرموز كلهم طبعا رقم ثلاثة حنشوف موضوع البرنامج التلفزيوني الذي يتناول معاصرة الأبنودي لحكاية بلد والمناهج والتعليم أنا هعمل كل حاجة الوحيد يا أستاذ لا إحنا بنقول من خلال الإعلام أنا أشكرك جدا طبعا أصرت نقطة ليكي ومليون قبل الليلة الصغيرة والوالدة ليلة وخالتها وكل عادة الأبنودي شكرك شكرا جزيلا رحم الله وأنا أبنودي ورحم الله وخال لا رحم الله كل واحد يقدر يقدر يقدم الحاجة للخال ولغيره من رموز البلد اسبوح على خير بكرة حلقة جديدة من الحال يوم ضهر الشجر وعشان نتوه في السكة شالي من ليالينا الأمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر